أعربت مصر عن بالغ إدانتها واستنكاريها لمواصلة قوات الحوصي لهجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة كذلك أدنت مصر هجوم قوات الحوصية باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وشددت مصر في بيانة لوزارة الخارجية على أن استمرار هجمات الحوصية ضد المملكة العربية السعودية والإمارات يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما كما تمثله هذه الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولية وجددت مصر تضامنها الكامل مع كل من السعودية والإمارات ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات لتصدي لتلك الهجمات